تقولون في قصة عبد الرحمن ابن عوف لأنه عندما قال له أخوه انظر إلى إعدى زوجاتي فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب وينظر قال إن الخاطب أحد المرأة فينظر إذا ما يدعو إلى ذكاه فل فلحل فإن أقرأ إلى أيودنا بينهما فالنظر إلى الخاطب المحكوبة لا بأس بها مالي خلوة وجاءه رجل وقرأ له زوج امرأة أراد الزواج بها أو عقد عليها قال أنا أرادت إله قال لا قال لسه فهمه هيا هو مسلم الصحيح هذا لا بأس بس بل هذا من أسباب الأدم بينهما النجاع بينهما واستقامة النجاح بينهما إذا كيسر ذلك قال إذا كيسر ليسنح له أهلها بذلك مالي خلوة بل مع وجود محرمها أو أمها أو محو ذلك من حضره حضره ينافي الخلوة وقال لك رجاب من عبد الله نصاري الله عنه فأراد أن يعرف أن ينظر إليها قال فجعلت أتبع النخل وهي في النخل في مساعر عنصار خلف نخلة يختبي لها وراء النخل حتى رأى منها ما أعجبه خطبها ومقصود أنه يتسر له أن يراها بالإذن والعلم فلا بأس وإن لا يتسر ذال فرأها من غير علمها من فرجة أو من وراء النخل أو من كذا أو من كذا والطرق التي لس فيها محضور شرعة وليس فيها خلوة فلا بأس يؤمن هل الأهل يعتمون إذا أمكنوا الخاطب من أبوي هل لا يعتمون لكن الأولى والأفضل أن يمكنوا لأن هذا من أسباب الإيدان بينهما والنبي أمر بها وليس فنظر إليها فلما أمر ينظر دل ذلك على جواز أن أهل يصحب الله ويمكنوا ماذا أمر به النبي فتمكين الرجل الذي أمره النبي ينظر تمكينه أو لا لكن بعض الناس من عذابهم أن لا يقعنوا يصعب عليه ذلك بعضهم يقول أخيانا يراها ثلاثة عجبوه ثم يتحدث من الناس ثم ينفهم الناس عنها بعد ذلك لهم تأويلاتها نعم